نروح للبيان اليومي والرسمي لوزارة الصحة بشأن كورونا الوزارة أعلنت النهاردة عن خروج 544 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمال المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 627 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس وذلك ضمن إجراءات الرصد والتقصي والفحوصات اللازمة اللي بتجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ولفت إلى وفاة 50 حالة جديدة قال مجاهد أنه تبقى لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في السابع والعشرين من مايو 2020 فإن زوال الأعراض المرضية لمدة عشرة أيام من الإصابة بيعد مؤشر لتعافي المريض من فيروس كورونا وذكر مجاهد أنه إجمالي العدد اللي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاءها و4352 حالة وفاة